تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك آلاف السلات الغذائية والمستلزمات الأخرى شرع بتوزيعها فريق العتبة العباسية المقدس الإغاثي على ساكني قرية عين غنام التابعة لمحافظة اللاذقية السورية التي تسكن فيها العوائل النازحة إليها جرى الزلزال عملنا دائما نحن منحي فزعتكم شكرا كتير لكم ومنحي الحتبة العباسية المقدسة ومرجعية السيد السيستاني كل الاحترام وكل التقدير لها الجهود المخلصة هذه كان أثر طيب بلسم الجراح وهذا موج جديد على الشعب العراقي فهل المساعدات الكريمة هذه إلها أثر كبير في بلسمة الجراح فمشكورين جدا شكرا كتير لكم باسمي وباسم أهالي وسكان قرية عين غنام نشكر العتبة العباسية والسيد السيستاني لهذا العطاء الكريم الذي أسهم بإنقاذ آلاف النفوس المتضررة من الزلزال وهذه المساعدات ساهمت بإنقاذ كمية كبيرة من الأهالي المتضررين من جراء الزلزال نحن والحمد لله كنا شعب متضررين ووجاتنا للمعاونات في وقت نحن بحاجة إلى ومنشكر للشعب العراقي وشكرا لكم وكتر خيركم جهود استثنائية يبذلها وفد العتبة العباسية المقدسة المتواجد حاليا في سوريا لإقاذة المتضررين بسبب الزلزال الذي ألحق بالسكان خسائر مادية وبشرية مخلفا حالات إنسانية متعددة من ضمنها تقديم المساعدات للنازحين جراء هذه الأوضاع الإنسانية ترجمة نانسي قنقر